مرحبا يا بنات كيفكم كيف صحتكم شو اخباركم ان شاء الله يارب تكونوا كل ياتكم من اقتالا كيف اتمام الفيديو وقفة قدام الباب وصحلي ويجعانا ويجب ان اكل هنا اقوم بتلحاني اخوتي مكانت ويجب ان ارتفعه ماهو يا بنات قبل ان ابدأ الفيديو لايك فاشتراك بالقناة و زر الجرس و اوصل الفيديو لالالف لايك القطة هي قطة افضل طعمية مرتين تلاقيها لا تفارقها طول عمرها وبتظل حولك وعم تفتل وإش بدك بتعمل بس إنه طعمية أما البني آدم وقت بتظلي طول عمرك عبد طعميه وإذا غلطي معه بشغلة وحدة فهو ما بعود بيحكي معك طول عمره شايفين الفرق هاد الفرق بس عاد ما نحن اك قلبنا طيّر ومنحب الخير لبعضنا الله يباد عنا كل شار تعال 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 تغرض عليكو ايه شلونك6 chance يا حمودي حموديbarenك شانصحتك كانابت الشص ING بيك HW 금 عنا فيقو لاخوله سلبي بارة يا رمي روحي او كنت في الصبايا اتجابك لا جيت حبيبي جيت لعنكم فيقى فيقى قلت لان يلا اموا اموا فيقى الصبايا قلت لان ساعدكم اهوة لحد اتفقوا انتم يا عيني الاهوة انت احت ايدي تلعوا الروح غيرت لهم كل طاام اخدت منهم فنجانين كل طاام قلت رحشكلهم بالفناجين قلت منظر اكثر من اربعة فنجانين قلت لبدا انو برجع بالشرب هاي القهوة من تحت ايدي صارت جايزة وان يحيا بياكل اشعب تاكل اشعب تاكل اشعب تاكل اشعب تاكل لحم بعجين واليوم ماما رح تعمل اكلة منزلة على طريقتها انا احب بانجان و بندورة و بصل و فلافلة و لحمة كمان اولا اشعرنا البانجان و قطعنا بهذا الشكل و انطلبنا له اختي افرم البصل اضع جمب اتذكر اشعرنا اعجب اعجب امي لك اشعر لي قلبك ارمي انت بصوص البصل سلاميديك اليوم انا و افرق البنجان هذه البنجانات و انا اسمها و نزله احطى اللحم و بصلة و فلافلة هذه البصل والفلفلة جاهزة هذه البنجانات اول وجبة قمت معنا بسر هذه البندورة سوف نقصها ونقصها هنا وجدنا البندورة كثيرا مكناة فأخوة حمودة قالت له ان اذهب بندورة تكون مستوية لكي تطلع أطيب فهم فرمنا البصل هذه البصلة نضعها على وجه وفرمنا زعنكم وفلافلة وهذه البندورة كانت مستوية وضعنا رشة بهار ورشة ملح ونقطة زيت وطبلناها كلهم مع بعضهم فتحت البنجانات كلها انا افتحها وماما تحشي قلبهم لحمة هذه الأكلة كثير طيبة وما بعرف ليش انا بحبها خصوصا متحت ايدين امي وحب اكل جنبه لبن توم او سلطة بطلع جنبه كثير طيب ورز بشعرية كمان ساوتنا بشان هيك الواحد يسكبله صحن والله بتعرفوه انسيت اصوركن واتواح بصوب صحن كيف يطلع منظره بس متل ما اقول لكم انو جنبه رز بشعرية وبتطلع كثير طيبه هلايك بتكون كل شي خالصة بصدر حططانة بالفرن طبعا اليوم هي دول الأكلات مع الزومين اللي عماتي ونسوان عمامي ديجول عنا كمان خليلي قلبهم هون انا وماما بالمطبخ قاعدين عم نشتغل وحوالينا كمان عماتي ومرت عمي كمان كانت موجودة خليلي قلبه هلا هون بعد ما خلصت ماما كل شي حطط لها مي بس اقلكن شغلي انو وقت بتحطولها مي حطولها مع المي يعني روبولا دبس بندورة مع القايا هيك اشان انو هيك تسمك مدل هيك امرئة من البندورة تطلع كثير طيبه لاني كل ما كانت انو مرئتها كثيرة كل ما كانت انو قطرة عرفتم ما بتصير ناشفة هون بنت عمتي قمت تعملنا قهوة سلم ايديها يا رب ويعطيها الف عافية وكل واحد مستلم شغلي الله وكي لكم والله ما حدا قاعد كلهم ساعدونا وكلهم اشتغلوا ويسلم ايديهم ويعطيهم الف عافية يا رب وما انو القهوة هون عم تصير بدي احكي لكم شغلي يا بنات صارت معي ومشان ننبه كل البنات يعني اللي بصير معهم هاد الشيء انو ياخذوا حزرون ويدوروا بالهم اجا التليفون لابن عمي وكان هو بالشغل جائم خاص وكتبولي انو نحن من الهويات يعني من الامن انو بدنا نشوف هوياتكن انو بدي تطلع لبرة نحن قدامنا البيت بدي تطلع لبرة وطالعنا الهويات مشان نشوفهم هون قالوا ماشي بس انا بالشغل رح شوف اذا في حدا بالبيت فدقالي التليفون وقالي وين انت يعني شوفوا السبحان قال الله انو انا كنت عند اهلي قلت لانا ماري بالبيت انا عند اهلي ام حكالي هيك هيك القصة مالفعدة اذا انا قد حسبه لي�روا Global Academy ا食اني أ tener Alcota وكتبولي انفهم هنا احساس الموضوع وين embaهرت بالابس في الاسساب الاشتراح لابن ان فيرفي اخير الموضوع قالت الله في شي غريب لو رأم يعني مش شركة han Center اذا فقانواkovالي او رأم امن اوي ما فيدقوا من رأم خاص ام قد ل 해� sickness قال لي انه كتب Hungar unter дорог قالوا ؛ الفين لان شوف قالوا لانقالوله دقيقتين و ما سونح sant ويبديت انت عيما تكون موجودًا صار وقاءت الش sytuار Creation وقال لهم انه يعني ما في حدا بالبيت فقالي كيف بدي دقل لهم هن الرقم خاص قلت له في شي غريب لو رقم يعني مش شركة هادو بيدقوا مش شركة يعني او رقم امن او شي ما بيدقوا من رقم خاص ام قال لي والله فيها القصة يعني انه قلت له ما يشي هلا اذا رجعوا لاني شو قالوا له قالوا له دقيقتين ومنكون قدام البناء يعني وبدك تكون موجود انت وقامت هالحكي وقت الصلاة يعني كان يوم جمعة ووقت الصلاة هالحكي صار المهم ام عمل هيك ودقوا له ام قالوا له يلا نزل الهوية يعني تارفوا انتو اذا الواحد اخد لكم رقم الهوية بيقدر يعمل فيها كل شي بيقدر يعني وينكن يدهوركم برقم الهوية عرفتو يعني يعني مومي من كان بطلب منكم الهوية خصوصا معكم المؤقتة الحماية المؤقتة هالي بتركية مومي من كان انه بتقدروا تصوروها وتبعتولو الهوية انا هون دقيت لرفيتي يعني انه بتفهم بهيك شغلات بالامن وهيك شغلات فحكيت له هيك هيك ام قاتل يديري بالك انه هدو الحرامية لا تردي عليهم لا تصدقيهم ابدا وممكن انه يجو لعندك عن طريق الاتصال يعني على الموقع يعني يصلوا لعندك على البيت قاتل فيه كتير عالم هيك عبصير معهم شي بقولون نحن من الهلال الاحمر شي بقولون نحن من الامن شي يعني كتير عالم وهذا كله نصب واحتيار وخصوصا اذا اجاكي من الرقم خاص وقت بيدقهم الشركة في ارقم يعني هي اساسية للشركة مثل صفر اثنين واحد صفر اثنينك يعني ايك يعني الارقم ما بتحسن انه انت تدقي لهم فهي بس هو انه بطلع عندك انه انت رقم عم بتشوفي عرفته لك حتى مرة وقالله رفيتي اه دا تشتري توصي شغلات عنات فهي بعتت لهم صورة الهوية شفتوا يعني عنات ما بتوصل لك الطلبية اذا بعدت الهوية وما تساقوا باي حساب انه على الانستجرام انه تبعتوا الهوية ففجأة بعد فترة بتجي البوليس لعنده وبقول لي انه انت سيح بهالمبلغ على هويتك وبدنا يعني انت سيحبت بالبنك بتقول لهم والله انا لا لي سيحب شي ولا عندي حتى رصيد بالبنك اخدوا تليفونه وفتشوا وقالوا انه بتواصلي عن هرام وما شفوا هرام ابدا مدقوعة تليفونه فانه طرعت يعني متل براءة بقولوا الحمد لرب العالمين ولا لو حسين يعني انه فيه هي الى اي يد والله كانت راحة مشلوم ان كان يترحيل على سوريا يا حبسوا بالسجن بقى مشان هيك يا بنات عن جد يروا بالكم كثير وليس يرد على ارقام خاصة ابدا ابدا او يصدق اي حكي من عندهم لماذا بتغجيل وقت تصورك ماذا بيه ماذا بيه خلصتك ايه لماذا بيه صوري يعني لا لا عادي خلص خلصتك خذ راحتك خرص 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 خضر راحتك صحة وهنا خطر العبود لا لا اخي لا عندي لا لا اخي الى صفره كله علاق ما مسلك يا انا اذا تحبوني وصلنا ما اطاع الف دول والله يا اخوي كافوها متابعيني بكرا شوف خليلي قلبك يا اخوي والله لا يحرمني منك والله لا يحرمني منك وأنت الله لا يحرمني منكم وبحبكن كثير تصبح على الف اشتركوا في القناة